في مسعى لإنهاء الانقسامات السياسية تواصل نحو 75 شخصية ليبية اجتماعاتها في جينيف السويسرية للتوصل إلى اختيار رئيس وزراء مؤقت جديد ومجلس رئاسي يضم ثلاثة أعضاء في عملية تشرف عليها الأمم المتحدة وتتواصل اجتماعات ملتقى الحوار السياسي بكامل أعضائه لإجراء عملية التصويت على أسماء السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة مع دخول سباق التنافس 21 شخصية لمنصب رئاسة الحكومة و24 شخصية لعضوية المجلس الرئاسي بحضور نسوي لافت ضمن قائمة الترشيحات الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني ويليمز أكدت بدورها أن ما تم التوصل إليه وتحقيق هذا التقدم في الحوار السياسي يعد رحلة شاقة محفوفة بالتحديات كما أثنت في كلمتها على التقدم المهم الذي أحرزه المندوبون الليبيون نحو تلبية تطلعات ومطالب الشعب الليبي في رؤية ليبيا موحدة وذات سيادة أما رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيل صالح فقد تعهد بتقديم استقالته من منصبه مشددا على ضرورة حل جميع التشكيلات المسلحة وإعادة دمجها والعمل الجاد لتوحيد المؤسسات المنقسمة ومحاربة الفساد ومنع الاحتراب بالرصاص في سبيل الوصول للسلطة فهل ستسمح الميليشيات بتشكيل الحكومة الجديدة من أجل مصلحة الدولة العليا؟ أم ستقطع الطريقة على المسار السياسي الذي سيدر بمصالحها ونفوذها؟ ترجمة نانسي قنقر